في مستهل أشغال المجلس رسيد إجراءات ورش تفعيل طبع رسمي للأمازيغية باعتباره أولوية في العمل الحكومي اتتم الشروع في بداية هذا الأسبوع بإعطاء الانطلاقة الفعلية لمشارعتهم تكريس الأمازيغية في الإدارات والمؤسسات العمومية وذلك لإرشاد وتوجيه المرتفقين الناطقين باللغة الأمازيغية وتسهيل تواصلهم للاستفادة من الخدمات المتعلقة بالصحة والعدل والثقافة كما تم تخصيص غلاف مالي مهم خلال الأربع السنوات القادمة لدعم الأنشطة الأمازيغية وكذلك المعارض الفنية والمبادرات التي من شأنها تتمين ترات المادي واللا مادي للثقافة الأمازيغية بالإضافة إلى الشروع في تعميم إدراج اللغة الأمازيغية داخل مقرات الإدارات وعلى لوحات التسمية والتشوير ووسائل النقل وكذا المواقع الإلكترونية وفيما يتعلق بمجال التشريع والتنظيم أكد السيد رئيس أن الحكومة شرعت بشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بالتأسيس لترجمة ونشر النصوص الشريعية والتنظيمية ذات الصبغة العامة في الجريدة الرسمية باللغة الأمازيغية كما أكد السيد رئيس الحكومة على أن كل هذه الإجراءات نابعة من الالتزام التابت للحكومة للمضي قدما في هذا الورش في تناسق تام مع التوجهات والتعليمات الملكية السامية والقانون التنظيمي رقم 26-12 المتعلق بتحديد الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وكيفية إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية